اشتركوا في القناة 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 قدر المستطاع الحسنا اشتركوا في القناة نستغلوها باش نقادو بها الوجه تعجينواز باش كي يجينا السمك ديالو مقاد انا سخنت الفران ديال الغاز من قبل وغادي نتخليه سينية نردو ليه البال حتى كي يطيب 180 درجة بالنسبة لفران ديال الضو حتى كي يطيب عاد كنشعلو عليها الفوق كيتحمر كياخدوا واحد اللون محمر بهذا الشكل وكنخرجوه من الفران كنقلبوها كيف منديل وكننزول البابيسير فريزي بكل سهولة كتشوفوا ما شاء الله كيجي السمك ديالو كأننا حضرناه بعشراء او 12 بيضا هذا السر ديال ميكسو كيعطينا واحد الارتفاع بالنسبة للجينواز هائل جدا كنصحكم إن شاء الله باش تجربوه خاصة الأخوات اللي كيكون عندهم مشكل في نجاح الجينواز كتشوفوا ما شاء الله كيجي ناجح مئة بالمئة أنا غنحتفظ به بهذا الشكل هادا غضي نخليه برد في كلاجة ما بين نوجد إن شاء الله لشانطية يعني ما ديش نحتاج أنا نخليه لي لكاملة عاد نكمل تحضير ديال الطرطة في نفس الوقت غضي نحضر طرطة ديالي إن شاء الله صافي غضي نخفق هنا يا نسفلة ترمل الكريمة السائلة أنا استعملت هاد النوعية هادي ممكن تستعملو هولالا أو أي نوعية كتستعملوها ضروري كتكون باردة مزيان وكن نطربوها أنا هنه مستعملش إضافة ديال السكر لأن هاد الكريمة كتكون محلات ممكن كذلك تستعملو جيج كيسان ديال قياس العنباء ديال الحليب بارد مع الأشانتية اللي كتباع بودرة اللي كتدير تلتاش للدرهم هنا غدي نخد قطعة تاعة الكارتون غدي نتبت عليها شوية ديال الكريمة باش نتبت الطبقة الأولى من الجينواز هنا خديت المشروب الغازي قسمته على زوج باش نشرب طبقات بجوج ديال الزينواز عفوان ديال الكيك الإسفنجي أو الجينواز صافي شربت ديك الكيمية كاملة فهاد الطبقة الأولى أول قطعة الأولى من الجينواز وعمرت الجيب الحلواني وعملت فيه واحد لادوي كيكون على شكل مسنن كما كتلاحظو باش ما نضطرش أنني نفرغ الجيب الحلواني من الكريمة عادن عملتني الراس واحد آخر وغندا نوزع الكريمة بهذا الشكل هدا باش كنضمن أنه طبقة ديال الكريمة تكون قادة كنقدها كنوضع عليها عفوان القطعة الثانية على جينواز وكنشربها كذلك بالمشروب الغازي نستعملت هنا يا هواي كذلك بعدما شربت الجينواز ديالي وراح تفض كما كتلاحظو بالجوانب ما قطعته مش لأنه جوني طريين يعني جاتني الجينواز ارتبحت في الجناب ديالها ما زولت شدوك الجوانب إلا أنتو ما طيبتو الجينواز ويبسها لكم الفران فكتقطعو ديك الطريفات اللي في الجناب كتصغنوا عليهم صافي وبعدما وضعت كذلك الطبقة الثانية من الكريمة بنفس الطريقة اللي استعملت في الأول غادي ناخد هات سباتيولا أو سكين كبير قبل ما تكون عندي هات سباتيولا كنستعمل غير جنوية كبيرة ديال الكوزينة وكنقاد بها الفينيسيون تاع الكريمة كناخد شوية الكريمة وكنوزعها للجوانب طريقة تحضر لي سهلة يعني ما مطلبش مننا ندرو حد الفينيسيون الممتاز مئة بالمئة بحل محترفين غير غادي نقدو شي شوية جنب نوزعو فيهم القليل من الكريمة باش ما استعملوش كيميا كبيرة ديال الكريمة وغادي ناخد اللوز إفيدي أو رقائق اللوز المحمرة وغادي ناخد تورطة في الإيدي ديال يومقا كنوزع عليها الرقائق تاع اللوز بهذا الشكل كن اعتقد طريقة ره واضحة كتخبي لنا العيوب ممكن استعملو رقائق الفل السوداني كذلك ممكن استعملو الشوكولاتان حكوها بالحكاكة أو الفيرميسي للشوكولات أي حاجة متوفرة عنها في الدار ممكن نفينيو بها الجناب نتاع التورطة صافي خديت بنفس لادوي اللي درت في الأول كتلاحظو قادي نستعملها ونزين بها الجوانب بحالة كان نرسم شكل يال نسف دائرة أو شكل مقوس كان نبدأ من الكريمة في الوجه ديال التورطة كان نرتفع شوية وكان نرجع يدي اللي تحت بهذا الشكل كان نتقدره واضح ممكن نديرو ريضات بالشكل اللي بغيتو صافي حتى نجيب الدورة كاملة ودرت هنا خطوط مائلة في الوسط متع التورطة وهدي نستعمل هنا بالعقيق أو اللي كي يصلح للأكل الخاص بتزين ديال التورطات والحلويات ودي نستعمل هذا اللي في الحمر والخضر في الجوانب ودي ناخد بعض الحبات اللي كيكونوا حمرين ونعملهم في الجناب ودي ناخد هاد الشكل هاد اللي تيكون الرقيق نحاول نغير هاد العقيق اللي تيكون خاص بالأكل وكل سيدة كتزين بحسب الدق ديالها ممكن تاخدوا فواكه تقطعوهم شرائح وتستعملوهم ممكن تستعملوه على شكل ضامات او بحل الموربعة عشر طرنج فكل سيدة كتزين بالشكل اللي كي يرقها هادي هي الطورطة ديالي في المائدة ديال تعيد الميلاد اي وصفة بغيتوها ان شاء الله نحضرها لكم لانه صراحة لذيق الوقت ماقدرش نصور كل شي هنا عندي الساكاكر ديال ام انامز عندي هنا الجنواز مغلفة بالشكلات عندي الدرا عندي كيكة المون العجيب بالكارامل والشكلات مع تزيين خفيف ديال الميلفاي عندي الميني بيتزا كذلك جنواز بتغليفة من طبقات الشوكولاتة والميلفاي وهذه هي الطبيلة ديالنا المتواضعة كنتمنى يربي انها تنال اعجاب ديالكم اي وصفة اي طلب اقتراح نصيحة او احتى انتقاد بالناء فمرحبا بكم من خلال خيانات التعليقات ما بقى لي في النهاية الا انتمنى لكم دوام الصحة والعافية وكنتمنى يربي وصفتنا اليوم تكون عند حصن الضن ديالكم ومع عليكم غير تخليونا لايك كتشجيع منكم لمزيد من العطاء ببقى لي الا انقلكم تهلا وفرسكم الى المنتقى فيديو قادم بإذن الله واستودعكم في حفظ الرحمن مع السلامة اشتركوا في القناة